السلام عليكم ورحمة الله بركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص ونص اليوم بعنوان تبارك الله أحسن الخالقين هذا النص من سورة الأنعام الآيات من الآية 95 إلى الآية 99 يا أبنائي وهي مكررة حفظ يجب عليكم حفظها الآيات يا أبنائي تتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى وخلق الله للإنسان وصخر له كل ما في الكون لخدمته السماء والأرض والبحار والمحيطات والشمس والقمر وفتح له باب التأمل والآيات التالية تكشف لنا عن إعجاز خلق الله نبدأ يا أبنائي بتلاوة الآيات هيا استمع إلى قراءتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالك الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أصمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم هيا يا أبنائي نتعرف على المعاني ومواطن الجمال من الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي زالكم الله فأنا تؤفكون نشوف المعاني ما معنى فالك فالك بمعنى شاك والمراض خالك فالك الحب والنوى يشك الحب والنوى الحب البزر وهنا البزر هنا بزال في خطأ هنا أموة الناس وحبة والجمع حبوب النوى جمع نوى وهي قلب الطمرة الحي ما ينمو من الحيوان والنبات جمعها أحياء والمراض النبات الحية الميت ما لا ينمو كالبيضة والحب والنوى وجمعها أموات وموتة زالكم اسم إشارة ده اسم إشارة للبعيد فأن تؤفكون فكيف تصرفون عن توحيده وعبادته نشوف التفسير الآية هنا في هذه من الآية تتضح دلال قدرة الله سبحانه وتعالى في أنه تعالى يشك الحب والنوى فيخرج منهما الزرع ويخرج الحي من الميت كإخراج النبات الحي من البزور اليابسة ويخرج الميت من الحي كإخراج البزر اليابس من النبات الحي تلك هي قدرة الله سبحانه وتعالى فكيف تصرفون أيها الجاهلون عن توحيده وعبادته وتبتعدون عن طريق الإيمان والهداية نشوف مواطن الجمال اللي وردت هنا يقول إن الله فالك الحب والنوى طبعا ده اسلوب مؤكد بإن وهنا تعبير جميل بيؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى على شق الحب والنوى ليخرج منهما الحياة يخرج الحي من الميت ما علاقتها بما قبلها دي توضيح وبيان وبين الحي والميت التضاد يوضح المعنى ويؤكده عند هنا الفعل يخرج ده فعل مدارع يفيد التجدد والاستمرار أما مخرج اسم فاعل يفيد السبوت والتحقق وبين فأن تقفكون ده اسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنقار والتوبيخ وهذا ختام مناسب للآية الكريمة لأن فيه تعجبا وتوبيخا لهؤلاء الذين يصرفون عن الحق بعد ما رأوا عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه نشوف الآية اللي بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم إن فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حزبانا ذلك تقدير العزيز العليم ما معنى فالق الإصباح؟ يعني شق الصبح من ظلمة الليل أي أبداه وأوضحه والإصباح اللي هو أول النهار والمراد الفجر والمضاد الإمساء سكنا مسكنا أو كل ما يسكن إليه الإنسان والمراد الرحمة وجمعها أسكان حزبانا بحساب وتدبير دقيق والمضاد فوضى وعبث الشمس والقمر أي يجريان بحساب مقدر معلوم تقديرا وضع الأشياء على قدر معلوم أو تدبير وقياس وتنظيم عكسها عبث العزيز القوي الغالب الذي لا يقهر وجمع العزيز العزاس والأعزة والأعزاء العليم واسع العلم نشوف تفسير الآية في هذه الآية بتبين أن الله سبحانه وتعالى بيشك النهار من ظلمة الليل ليسعى الناس إلى تحصيل أرزاقهم والله سبحانه وتعالى جعل الليل ليستريح فيها الناس من التعب كما خلق الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر وجعلهما يتحركان بحساب دقيق ليتعرف الإنسان من خلالهما الزمن ومواكيات العبادات نشوف مواطن الجمال فالق الإسباح تعبير جميل بيدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على شق الليل وإخراب copied وهنا تصوير بديع لقدرة الله سبحانه وتعالى على شق الليل وإخراب الصبح منه جعل الليل سكنا هنا تصوير حيث جعل الليل مسكن نسكن فيه ونطمئن وبين الإصباح والليل والشمس والقمر بينهما تضاد يبرس المعنى ويوضحه ذلك تقدير العزيز العليم ده ختام يناسب الآية وضع الأشياء على هذا النظام الدقيق لا يصدر إلا عن عالم عظيم العلم والقدر جعل الليل سكنا والشمس والقمر هنا العطف يا شباب بيفيد التعدد والتنوع في مظاهر قدرة الله تعالى الشمس والقمر حزبانا ده تعبير جميل يدل على أهمية الشمس لمعرفة عدد السنين والحساب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ما معنى جعله؟ بمعنى خلقه وأنشأه لتهتدوا لتسترشدوا والمضاد تضلوا ظلمات جمع ظلمة وهي زهاب النور والمضاد أنوار ظلمات البر ما معنى البر؟ البر هو من بسط من سطح الأرض ولم يغطيه الماء والمضاد البحر والجمع وجمع البر البرور فصلنا بينا ووضحنا عكسها أخفينا وأبهمنا الآيات الدلائل الواضحة جمع آية العلامة والآية هي العلامة أو المعجزة لقوم يعلمون ما معنى يعلمون؟ يعني يعقلون ويعرفون الحق المضاد يجهلون تعالوا نشوف تفسير الآية في هذه الآية بيبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلق النجوم حيث خلق الله سبحانه وتعالى النجوم ليهتدي بها الناس في سفرهم برا وبحرا في ظلمات الليل حيث يتعرفون عن طريقها الاتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى دلائل قدراته ورحمته ليتفكر فيها من يعلمون واستفيدوا بعلمهم نشوف مواطن الجمال بيقول وهو الذي جعل لكم النجوم ده تعبير جميل بيؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى التي تجلت في خلق النجوم وهو اسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور بتقديم الجار والمجرور اللي هو لكم يفيد التوكيد والتخصيص ما علاقة لتهتدوا بما قبلها تعليل لما قبلها وبين البر والبح ده تضاد يفيد العموم والشمول كمان يتهتدوا بها في ظلمات بين تهتدوا وظلمات بينهما تضاد يؤكد المعنى قد فصلنا الآيات ده اسلوب مؤكد بقد وبالفعل الماضي قوم جاءت نكرة تفيد العموم والشمول فصلنا هنا بما توحي توحي بشدة وضوح آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه الآيات جمع تفيد القصرة والتعدد لقوم يعلمون ده ختام مناسب للآية لأن حركة الأفلاك والنجوم والاهتداء بها من شأن العلماء الآية اللي بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما معنى أنشأكم بمعنى أوجدكم أوجدكم وخلقكم نفس روح والمراد آدم عليه السلام وجمع نفس نفوس وأنفس مستقر المراد في أرحام النساء أو فوق سطح الأرض أو فوق سطح الأرض أما مستودع المراد في الكبور حتى البعث يفقهون يفهمون ويدركون في هذه الآية بيباي بيدلل الله سبحانه وتعالى بيدلل على قدرة الله في خلق البشر حيث خلق الله سبحانه وتعالى البشر جميعا من أصل واحد وهو آدم عليه السلام وجعل استقرار الناس في الدنيا كما جعل مستودع الناس في الكبور نشوف مواطن الجمال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ده تعبير جميل بيدل على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الناس من نفس واحدة وهو أيضا أسلوب قصر بيؤكد قدرة الله وتفرده بالخلق والإنشاء من نفس واحدة ده تذكير بأصلنا الإنساني الواحد فلا تميز ولا فضل لأحد عن أحد إلا بالتقوى مستقر ومستودع بينهما تضاد يوضح المعنى ويبرزه قد فصلنا الآيات قبل كده ده استقلقوا بمؤكد بقد والفعل الماضي لقوم يفقهون ده ختام مناسب للآية لأن إدراك حقيقة خلق الناس من نفس واحدة يحتاج لقوم يفهمون ويدركون نشوف الآية الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أصمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم ما معنى خضرا يعني زرع أغضر لين متراكبا متراكبا معناها متراكبا بعضه فوق بعض كسنابل القمح طلعها زهرها والمراد أول ما يخرج من صمر النخل كنوان عنقيد النخل المفرط كنوة دانية ما معنى دانية يعني قريبة والمراد متدلية سهلة التناول والمضاد بعيدة وقاسية جنات المراد حضائق وبساتين مفردها جنة مشتبها المراد متشابها في شكل الأوراق غير متشابه مختلف في الشكل في شكل الصمار وطعمها ينعيه ندجه انظروا تأملوا وتدبروا زالكم أي في الآيات نشوف تفسير الآية في هذه الآيات أنزل الله يتحدث بتتحدث عن انزال الله سبحانه وتعالى المطر من السحاب فيخرج بها النباتات بأنواعها المختلفة مثل النبات الأغضر اللين الذي يخرج منه الحب المتراكب بعضه فوق بعض كسنابل القمح يخرج أيضا من الماء النخل وما يخرج منه من عناقيد متدلية محملة بالبلح سهلة التناول حضائق الأعناب والزيتون والرمان ومنها ما هو متشابه وغير متشابه ويأمرنا الله سبحانه وتعالى في ختام الآية بالنظر والتأمل في مراحل نموه هذه السمار ابتداء من خروجها إلى ندجها لنأخذ العبرة والعزة ونذكره على نعمه الكثيرة تعالى نشوف مواطن الجمال اللي وردت في هذه الآية وهو الذي أنزل من السماء ماء ده تعبير جميل بيؤكد كدرة الله سبحانه وتعالى على إنزال المطر من السماء وأيضا ده اسلوب قصر بيفيد التوكيد والتخصيص وتأكيد كدرة الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبودية وحده ماء جاءت ناكلة للتعظيم أنزل وأخرجنا دي فعل أفعال ماضية تفيد التحقق والسجوط فأخرجنا منه خضرا ما علاقتها بما قبلها طبعا علاقتها بما قبلها تفصيل بعد إجمال ويفيد التوديح واستخدام هنا نا دل على الفاعلين في خلاقنا للتعظيم للخالق فأخرجنا منه خضرا زي ما قلت علاقتها بما قبلها تفصيل حبا متراكبا تدل على الكثرة وجنات من أعناب والزيتون والرمان العطف يفيد قصر تعدد العطف يفيد قصر نعم الله وتنوعها مشتبها وغير متشابه بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده عندي كلمة نبات وخضرا وحبا نكرة تفيد العموم والشمول يبقى انظروا إلى ثمره ده اسلوب أمر غرضه الحس والنصح والإرشاد وفيه دعوة إلى تأمل أحوال الثمر وألوانه وأشكاله لمعرفة قدرة الله في خلقه إن في ذلكم لآيات للتعزيم للسكن للسكن والراحة والنهار للعمل الشمس والقمر لمعرفة عدد السنين والحساب النجوم هداية في ظلمات البر والبح تعدد وسبحانا وتعالى خلق الليل ليستريح فيها الناس من التعب وخلق النهار ليسعى فيها الناس لتحصيل أرزاقهم لخلق الشمس والقمر حكمة إلهية كبرى واضحة أن يتعرف الإنسان من خلالهما الزمن والأيام والشهور والسنين ويتعرف أيضا مواقيد العبادات ما الحكمة من خلق النجوم أن يهتدي بها الناس في سفارهم برا وبحرا في ظلمات الليل حيث يتعرفون عن طريقها الاتجاهات الأربعة دلل على قدرة الله في خلق البشر أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر جميعا من أصل واحد نفس واحدة وهو آدم عليه السلام وجعل استكرارهم في الدنيا ومستوضعهم في الكبور آخر سؤال لنزول المطر فوائد عديدة ما هي؟ واحد يخرج النباتات بأنواعها المختلفة اتنين تشرب منه جميع الكائنات الحية تلاتة تتكون منه الأنهار التي تستغل مياهها في توليد الطاقة الكهرومائية وبكده يا أبنائي نكون انتهينا من النص تبارك الله أحسن الخالقين وإن شاء الله نتقابل في نص آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة